موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدينا بكل خير وهذه المقابلة الخاصة للتأتيكم من القاهرة معي أنا ناد عبد السلام وضيفي فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة دولية الإسلامية لتمويل التجارة السيد هاني سومبل بنرحب بحك معنا سيد هاني سيد هاني دعنا نبدأ هذا الحديث بالهدف الذي قامت من أجله المؤسسة في العام 2008 وهو النهود بالتجارة بين الدول الأعضاء لكن كيف أثرت أزمة كورونا على خطة المؤسسة؟ طبعا أشكرك ما وشي على إتاحة هذه الفرصة لالتقاء بكم وأود الحقيقة أن أثمن هذا السؤال لأنه سؤال مهم سيبرز أيضا ما قامت به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وليست فقط المؤسسة كعضو في هذه المجموعة المجموعة فور انتشار خبر الجائحة وطبعا كانت من المبادرين في إعداد وتصميم برنامج متخصصة ونحن سمناه البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار جائحة كورونا في الدول الأعضاء والبرنامج كان بيركز على ثلاثة مراحل اللي هي مرحلة الاستجابة لحاجة احتياجات الدول العاجلة من أدوية ومن أجهزة كشف وغيرها والمرحلة الثانية طبعا هي مرحلة تعافي اقتصاديات الدول والمرحلة الثالثة طبعا هو الانطلاق والعودة إلى الوضع الطبيعي ما بعد جائحة كورونا طبعا نحن الآن في المرحلة الثانية لو ترجمنا مساهمة المؤسسة سيد هاني في المرحلة الأولى من البرنامج الذي يخصص لي التعامل مع أزمة كورونا كم تقدر بالأرقام نحن طبعا في المرحلة الأولى كان الغلاف المالي للبرنامج ككل 2.3 مليار دولار أمريكي وكان نصيب المؤسسة الدولية الإسلامية يعني ما يقارب 800 مليون دولار أمريكي من هذا البرنامج طبعا هذا بالإضافة إلى البرنامج العادي للمؤسسة لأننا حرصنا خلال هذه الجائحة بأن تستمر أيضا خدمات المؤسسة للدول الأعضاء يعني برنامجنا اللي اعتبدناه قبل الكوفيد 19 وقبل الجائحة اللي هو برنامج 20-20 حرصنا كل الحرص أننا نستمر في تنفيذه ودعم الدول بالإضافة إلى البرنامج الجديد اللي هو الخاص بتوفير ما يمكن توفيره تخفيف من أثار هذه الجائحة فلذلك كان الحمد لله تنفيذ البرنامجين بالشكل الممتاز ويعني أعتقد أنه ساهمنا على الأقل في التخفيف من أثار هذه الجائحة على الدول مين أكثر الدول اللي استفادت من البرنامج في مرحلته الأولى؟ والله كثير من الدول الحقيقة إحنا المرحلة الأولى يعني أنا اللي يحضرني الآن أكثر من حوالي يمكن 30 دولة استفادت من برامج برامج اللي أتيحت لتخفيف من أثار الجائحة ومن التمويلات المرحلة الثانية كما ذكرت هي مرحلة التعافي ما هي مستهدفات هذه المرحلة؟ مهمة هذه المرحلة اللي هي طبعا الآن نحاول نشوف ما هي المشروعات والبرامج اللي هي تساعد على عدد إطلاق أو عدد إحياء القطاعات الهامة اللي هي تضررت بشكل كبير جدا من الجائحة خصوصا على سبيل المثال قطاع السياحي قطاع السياحة طبعا خاصة في الدول العربية تضرر كبير لأنه كان مصدر رزق وكان مصدر دخل وأيضا مصدر توظيف لعمالة وغيرها من الأمور الحقيقة وأيضا مساهمة هذا القطاع في عدد من الدول العربية والإسلامية في الناتج الإجمالي للدولة كبير بما أن حركت حدثت عن القطاع السياحي ما المرسود من مستهدفات لهذا القطاع؟ ليس هناك مبالغ هناك برامج ما زلنا الآن نقوم بعملية تقصي الحقائق والتعرف على احتياجات الدول الخاصة في المرحلة الأولى كان لنا دعم لهذا القطاع كانت الاحتياجات التي قدمت لنا هي كيف نعمل على تأهيل العاملين في المجال للقطاع السياحي وتوفير أيضا الآليات التي ممكن أن يعودوا معها بشكل أقوى فالحقيقة نتوقع إن شاء الله أن هناك مشروعات تحتاجها الدول إما لتحسين أداء القطاع أو توفير احتياجات القطاع مثل القطاع الصحي الكل يفوج أيضا بهشاشة هذا القطاع خصوصا بعد الجائحة وما في فرق بين الدول المتقدمة والدول المتقدمة الكل حقيقة فوجئ بأن هذا القطاع ما كان مستعد مثل هذا النوع من المخاطر لذلك لا بد من الآن التفكير في مثلا بناء المستشفيات وإعادة تأهيلها وتجهيزها وأيضا تأهيل الكادر الطبي وتأهيل الكادر اللي بيعمل معهم هذه كل هالأمور تحتاجها الآن المرحلة الجاية عشان خاطر نستطيع أنه في مرحلة متقدمة أنه نعيد أحياء هذه القطاعات اللي تعثرت بشكل كبير يمكن منذ تأسيس المؤسسة في عام 2008 وتخطى إجمال التمولات التي قدمتموها تقريبا 56 مليار دولار لكن ماذا عن حجم التمولات المرصود للعام الحالي هو معدل التمويلات السنوية يتراوح ما بين يعني 4.5 مليار إلى 6 مليار الآن ولكن لدينا الآن استراتيجية جديدة لنمو هذا الرقم إن شاء الله إلى نسب طيبة إن شاء الله يعني في الخطة نحاول قدر إمكاننا أن نعمل أيضا على تنويع نشاطاتنا في الدول الأعضاء وزيادة أيضا تواجدنا في الأسواق وزيادة أيضا تمويل المشروعات الخاصة بالدول ولا ننسى أنه الآن في التوجه الجديد أن القطاع الخاص أصبح له دور مهم جدا مكمل للدور الحكومات الحقيقة ونحن ندعم هذا القطاع من عدة نواحي لذلك يعني نتوقع إن شاء الله أن يكون في نمو في العمليات المؤسسة وأيضا تنويع أيضا في الأليات التي نقدمها لدينا منتجات جديدة الآن مثل منتجات السلام وغيرها والاستزراع وغيرها وأيضا نعمل الآن على ما يسمى بالاستجرار الذي هو الخاص بتمويل مشروعات مثل مشروعات نقل الكهرباء من بلد إلى آخر ولدينا أيضا منتج مهم أطلق العام الماضي اللي هو ما يسمى بالل سي كونفرميشن وهذا طبعا منتج بيعزز صادرات الدول الأعطاء إلى الخارج وتطمينهم وتبكينهم من بلوج أسواق جديدة لو نعرف من حضرتك معدل النمو والمستهدف لي التمويلات اللي بتقدموها سنويا نتوقع أنه ما بين الآن نسبة الـ 15 إلى 20% هذه قد تكون النسبة يمكن اللي هي أكثر منطقية لأنه نحن الآن نعود بحذر ونعود أيضا الهدف الأساسي هو أنه تستمر المؤسسة في تقديم خدماتها للدول ويكون عندنا ملاءة مالية جيدة لضمان الاستمرارية وهذا هو المهم يمكن سيد سيد هاني بالانتقال للحديث عن مصر مصر هي واحدة من أهم الشركاء للمؤسسة إجمال التمويلات تقريبا تخطط 11 مليار دولار هناك طبعا اتفاق تم توقيعه في 2018 عايزين نعرف من حضرتك ماذا عن شكل التعاون خلال العام الحالي وكذلك التمويلات المتاحة لمصر طبعا نحن كما ذكرت نحن وقعنا خمسة اتفاقيات إطارية مع جمالة مصر العربية والحمد لله يعني نفذت هذه الاتفاقيات بشكل ممتاز جدا نحن الآن في صدد تنفيذ الاتفاقية الخامسة اللي كما ذكرت وقعت في 2018 واعتقد أنه سننتهي من هذه الاتفاقية قبل الوقت لأنه ما شاء الله تبارك الله الآن التنفيذ بيصير بشكل ممتاز وصلنا إلى الآن ما يقارب ما يفوق 11 مليار دولار أمريكي من الدعم المقدم لجمهورية مصر العربية وأتوقع إن شاء الله أنه هذه السنة عام 2021 سيكون رقم قياسي أيضا في التمويل بإذن الله تعالى ونتمنى إن شاء الله أنه المؤسسة تستمر في هذه الشركات الاتفاقية الإطارية الأخيرة اللي هي الخامسة كان هناك في ضرورة للتنويع أيضا تنويع النشاطات اللي بتقوم فيها المؤسسة في داخل مصر ولذلك بنبحث الآن وفي تنفيذ برنامج مهم جدا في مصر من خلال أيضا مساهمة مصر في برنامج سورة التجارة العربية الأفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية في مرحلة الثانية فمصر مساهمة الحقيقة ودعمت تصميم البرنامج ودعمت أيضا بالمساهمة المالية في هذه البرنامجين ولذلك أيضا هذا يعتبر جزء من التنويع اللي احنا بصدده الآن في المحفظة في داخل مصر طبعا عشرين وواحد وعشرين التنويل كيف؟ وهي وقه لمن؟ طبعا احنا وقعنا قبل في بداية العام كان التنويل في حدود مليار وواحد مليار ومئة مليون كان في بداية العام لكن اعتقد سيتجاوز هذا الرقم الحقيقة من المتوقع أنه يتجاوز هذا الرقم يعني إلى هذا العام لذلك كما ذكرت يمكن الاتفاقية الطارية يمكن ننتهي منها قبل وقتها لكن الحمد لله بحكم منه في التنفيذ جيد والعمل كان يصير بشكل ممتاز سيد هاني نفس الجهات اللي كنا بنشوفها خلال السنوات القليلة الماضية مثل وزارة البترول أو وزارة التموين هي الجهات المستفيدة؟ ولا هيكون الشكل تغير ولو قليلا؟ لا شكل تغير شوي حتى طبعا ستبقى مصر الطاقة بالنسبة لها شيء مهم وهذه سلعة استراتيجية مهمة لعدة قطاعات عملي مع الوزارة ومع أيضا الوزارات الأخرى الحقيقة هناك كفاءات كبيرة كان لها دور أيضا في تنفيذ هذه البرامج بشكل ناجح التنويع جاء أيضا مع هذه الوزارتين التنويع جاء في أنه أيضا تطرقنا إلى مجالات أخرى لها علاقة بالطاقة ولكن لم يكن للمؤسسة لها دور في البداية وأيضا مواد أخرى الآن نحن بصدد أيضا النظر في فرص التصدير بما أن حركت حدثت عن الصدرات كما تعلم مصر لديها برنامج للوصول بصدرات إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات قادمة هل الرقم سهل الوصول له؟ إن شاء الله ستحقق أرقام طيبة فيما يتعلق بالصدرات لأن أهم شيء هو البنية التحتية البنية التحتية لقطاع مهم زي هذا لا بد أن يتوفر وتوفر له الكفاءات اللازمة وتوفر له أيضا وتسهل عملية التصدير بشكل مهم توفير أيضا التمويل وهو متوفر فالحمد لله كل المقومات أو مكونات النجاح موجودة في الختام بنشكر حكي شكرا جزيلا الله يحفظك جزيلا وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإن الله وشكرا الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة شكرا